النهاردة ان شاء الله مع بعض يمنيات هنعملوا ماسك ترطيف. ماسك ده رائع جدا بيرطل. وهوريكم زي باستخدام القناع اصالة منطقة اصالة طحفة. اللي ما بيعرفوش امجربوش قبل كده هي بجد جميلة جدا. ده اللي انا جبتها معاك في مشتريات الشهر التسعة. او عشر عفوة. فزة تريد تحضيره. هو تحضيره بيتحط معلقة زبدة زبادي معلقة عسل بتتحطي بس انا حابة اللي نجيفه حاجات تانية. ماشي هو بيجي جوهة تلات كياس. انا هاخد بس معلقة منها. اه هو عبارة عن تلمس مطحون ونبات بلسامي. بلسامي النبات اللي هو بيرطب. هاخد معلقة صغيرة منه. خط منه معلقة صغيرة. وهاخد شوفان. اه برضو هو دي معلقة صغيرة من الشوفان. من الشوفان بيرطب البشرة طريقة فرسوعة. وبيعملناها شوية زي سكراب او ضنضيف عميق كمان. عندك الكركم بيبايد البشرة بس الكركم هنسفر البشرة شوية فخلي بالي. ان البتاق دي اه حرفي معلقة منه بس مش اكتر كركم. ماشي. بعد كده بقى هاخد برسلين. الجلسلين بيجاب من السبتريات بيكون اضمن حاجة. او من السبتريات الماركات المتاع. باخد برضو معلقة صغيرة من الجلسلين. ماشي. هاخد برضو معلقة صغيرة من زيت الزتون. زيت الزتون هايل جدا للترطيب. واخيرا هاخد معلقة صغيرة من عسل الناحل. واخد معلقة صغيرة من عسل الناحل. وهاخلط كل المكونات دي على بانه. وبيتحط الماسكة على بشرته لمدة ربع ساعة. مش اكتر. والماسكات الطبيعية ما بتتحفظها خالص. دي بتتعمل الاول دول. وبيت تستغطيب على طول. منفعش ابدا اني اركينها اا استغطيب. الماسك اللي بيكون في لمون. اتخلطوا فيه. ممكن يستغنى عنه الماسكة ان تبطي مرة او مرتين في اليوم او يمان في التاليجة. المنظر ده كده احنا بقى خلصنا انه ماسك ده. ماسك ترطيب واقع جدا يا ربي اعجبكم. اعجبكم ازني الله ما تنسوش تعملها. اعجاب. واشتراك في صفحيتي. وان شاء الله اشتركوا في فيديو بدين. السلام عليكم.